قال الرئيس التنفيذي لشبكة فيسبوك مارك روزبيرغ أن شركته ارتكبت أخطاء في التعامل مع بيانات لخمسين مليون مستخدم ولم يذكر زوغبيرغ تفاصيل الأخطاء التي وقعت لكنه أكد أنه سيتخذ إجراءات أكثر صرامة لتقييد وصول مطوري الخدمة لمثل هذه المعلومات ومعنا من واشنطن مراسل مركز النزاهة العامة سيد ديف ليفنتل أهلا بك سيد ديف معنا على سكاينيوز عربية سيد ديف هل يكفي اعتراف زوغبيرغ بأنه تم ارتكاب خطأ من ناحية أن البيانات التي تم تسريبها أدت إلى قرارات لربما تكون كارثية على هذه الدول سواء في البريكسيت في بريطانيا أو الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية هل يكفي هذا الاعتذار هذا الطرح الذي قدمه الكلمات لا يمكن أن تكون كافية بالنسبة للكونغرس الأمريكي ولا يمكن أن تكون كافية للمسؤولين البريطانيين رغم أنه هناك العديد من أعضاء الكونغرس الذين يدعونه زوغبيرغ أن يذهب إلى الكونغرس ليدليا بشهادته حتى يفصل أكثر ويرد على أسئلة طبعا طريقة ربما ستستقرق هذه الساعات وهناك الكثير من المشرعين من كل الأطراف يسألون أسئلة صعبة على زوغبيرغ وأمثاله إذن أعتقد بأن هذا سيحدث وزوغبيرغ طبعا قال بأنه مفتح على فكرة ذهابه إلى الكونغرس اليوم هل تعتقد ثقة المجتمع الدولي أو الناس حتى أو المتعاملين اهتزت بفيسبوك إلى أي مدى ما حدث قد يهز شؤون عامة ممكن أن يقوض الدموقراطية حتى طبعا العديد من أشخاص يستعملون فيسبوك هناك المليارات من مستعمل الفيسبوك في كل العالم وفي الولايات المتحدة ربما جميع الأمريكيين يستعملون فيسبوك ويستعملونه طبعا على الهواتف المحمولة أو على الكمبيوتر إنه طبعا أداة تستعمل أو هذه المنصة تستعمل ولكن طبعا مسألة المصداقية والنزاهة إذا طبعا عرفت بأن مثلا معلوماتك وصلت إلى أشخاص ربما يستغلونها فطبعا هذا أمر مقلق والناس ربما سيتركون فيسبوك وربما هذا طبعا سيؤدي إلى انهيار فيسبوك في النهاية ولكن هذا يشدد على المشكلة التي تواجهها فيسبوك الآن فالعديد من الناس غاضبون بأنه ليس فقط الكونغرس والحكومة حتى مستعمل فيسبوك غاضبون مما حدث من هذه الثقة التي قوضت واستعمال معلوماتهم هم يظنون بأنهم كانوا آمنين ولكنها ستقع طبعا يخفون أن تقع في أيدي الخطأ لكن سيد ديف اليوم يعني البعض يحاور يقول هذه حرية المعلومات نشر المعلومات لا يوجد تشريع في الواقع يوقفها هل المشكلة في التشريعات أم المشكلة في النوايا؟ طبعا هذه القضية التي يمكن أن تتوقع أن يطرحه ربما المشرعون في الكونغرس هو تشريع تشريع هل ينبغي أن تكون هناك قوانين جديدة تكون مفروضة على الفيسبوك حتى يعرفوا أو يحددوا كيف يستعملوا مثلا على لنشر المعلومات هناك المئات من الملايين من الدولارات التي يستعملها فيسبوك لنشر المعلومات وطبعا للدعاية وغيرها ولكن ربما هذا هو السؤال المطروح الآن هل يمكن أن تفرض قوانين حتى يضمن بأن معلومات الناس لن تستعمل بطرق غير مشروعة؟ أيضا سريعا سيد ديف اليوم هناك دائما ما تصاحب من هذه المشاكل يقولون هناك ممكن استفادة سياسية واستفادة استخباراتية وأمنية هل تعتقد كان هناك مؤسسات وراء ما حدث؟ لحد ساعة فيسبوك ومارك زوكربارغ في بعض الحوارات التي قالها بأنه لا يعرف فيسبوك لا يعرف ما إذا كانت مثلا وكلاء روس أو عملاء روس قد حصلوا على المعلومات التي طبعا تم تمريرها إذن هناك الكثير من الأسئلة التي لم يرد عليها من فيسبوك وحتى لم تعطى إلى الحكومة الفيدرالية لتقييمها ليروا كيف طبعا نشرت هذه المعلومات إذن هذا هو الشيء الذي سيتم طرحه من قبل الكونغرس على فيسبوك وعلى زوكربارغ وبكل تأكيد زوكربارغ عليه أن يرد على هذه الأسئلة أشكرك أنا معي من واشنطن مراسل مركز النزاة العامة سيد ديف ليفنتل شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك